مصالحة على الورق تعيش أسوأ فترات غياب الثقة هكذا باتت توصف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس والتي كان لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصيوني تأثيراً كبيراً على مسارها حيث انكفأ أغلب القادة الفلسطينيين على الحدث ومحاولة البحث عن حلول سياسية تقي القضية الفلسطينية تتبعاته الوخيمة ولا ينفك الداخل الفلسطيني ينتج عقباته التي تقف حائلاً أمام انسياب مراحل تنفيذ المصالحة وأجراءاتها فقد ألقت المسائل التقنية الفنية بثقلها على تقدم المحادثات بين الطرفين من قبيل تمكين حكومة رامي الحمد الله من تسلم مهامها وبسط كامل نفوذها على القطع وأيضاً المسائل المتصلة بالموظفين والرواتب والضرائب حيث تتمسك حماس بأن يكون ملف الضرائب في قبضتها وتبرر موقفها بأن تنازلها عن الضرائب لحكومة السلطة لن يمكنها من دفع رواتب موظفيها في غزة في المقابل تقول الحكومة إنها تواجه أزمة مالية طاحنة ولا تستطيع دفع رواتب موظفي حماس في غزة دون أن تنتقل إليها سلطة الإشراف على إدارة الجباية حيث تكون لديها عوائد مالية تمكنها من الوفاء بتعهداتها اللجنة الإدارية المعنية بحل أزمة موظفي قطاع غزة لم تنعقد منذ الاتفاق بين فتح حماس والقاهرة على تشكيلها قبل أسابع لتكون مسؤولة عن إنجاز هذا الملف إذ تم الاتفاق على أن تشمل أعضاء من فتح حماس ومختلف الفصائل لتحدد آلية ترضي كل الأطرف ويرى مراقبون أن غياب الثقة بين فتح حماس والتخوفات المنبعثة من هنا وهناك من نقوص محتمل لطرفي الانقسام الفلسطيني من شأنه أن يسل بالمصالحة إلى دائرة مغلقة ويعيدها إلى نقطة الصفر ويفتح الباب أمام نكبات تعصف بتكاتف الفلسطينيين من جديد